ويليام وكاثرين هذه الليلة في مأدبة عشاء في لندن لجمعية خيرية تدعم الحفاظ على البيئة يرأسها ويليام وويليام الآن في فترة يصف مسؤولون بأنها انتقالية إذ يفكر بما سيفعله في المرحلة المقبلة ويليام ويلز كما يدعى في وحدته ملازم طيار في فوج الإنقاذ بالقوات الجوية الملكية يحلق في آخر مهمة له ترك هذا العمل يعني الكثير له من دور له غرض واضح ينتقل ويليام لدور أقل تحديدا سيعمل ويليام مع جمعياته الخيرية ويدعم مشاركته مع منظمات تدعم الحفاظ على البيئة وهذه قضية محببة إلى قلب ويليام أشعر بدرجة عالية من الحماية ولأنني أبو الآن أصبح شعوري أكثر عمقا وبعدا عن مكان عليها ويليام وكاثرين سينتقلان في الأسابيع المقبلة إلى جناح جديد في قصر كينسينغتن تم فرشه وتجهيزه من الأموال العامة شعبيتهما وخاصة منذ ولادة جورج عالية لكن هناك أصوات منبهة بضرورة الخطو بحذر ترى هل هناك مخاطرة كبيرة أن يترك ويليام السلك العسكري؟ دخول عالم الشهرة ودخول عالم غامض وإذا لم يكن لويليام دورا محدد فقد يدفعه حماسه للطفل الوليد وحياة شابين تزوجا حديثا لينشغل بهما فيتسأل الناس ماذا يعمل هذا الشاب اليافع فعليا من أجل معيشته؟ الزوجان سيقومان بزيارات إلى الخارج نيابة عن الملكة وويليام سيشرف على بعض أمور القصر لكن هل يكفي هذا؟ ويليام وكيت لن يواجه نقصا في دعوات لحدث كهذا مآدب وعشاء خيرية مع ضيوف مشهورين لكن ويليام سيعلم أكثر من أي شخص آخر أن ما يحتاج إليه الآن هو دور محدد وهادف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر